اشتركوا في القناة ارسله الله الى بني اسرائيل وتولى الملك عندما توفي والده سيدنا داود عليه السلام كان والده سيدنا داود عليه السلام له ملك كبير كان والده له ملك كبير واقام دولة بني اسرائيل وكانت تسبح معه الجبال ويلين له الحديد واتاه الله الحكمة والعلم ولد سيدنا سليمان عليه السلام الحكمة وصخر له الله الريح بامره وكان يتحدثوا مع الجن والطير والحيوانات ويفهموا كلامهم ويفهمون كلامه ولديه جيش كبير في يوم من الايام جمع سيدنا سليمان جندا الذي يتكون من الانس والجن والطير كان جيشا كبيرا جدا وبدأ رحلته في فتح البلاد ونشر الإسلام فيها وفي رحلتهم مروا بوادي اسمه واد النمل ابن النمل في باطن الأرض ويعيش فيه ويخزن فيه الأكلة وكان يسكن فيه عدد كبير من النمل ويعملون جميعهم بنظام واجتهاد كانوا ينظمون العمل بينهم في جمع الحبوبة وتخزينها حتى إذا جاء عليه من الشتاء والمطر وجدوا شيئا يأكلونه عندما اقترب سيدنا سليمان والجنود من وادي النمل رأتهم نملة من بعيد لم تهرب النملة وتنجو بنفسها وتترك النملة في هذا الخطر المقبل عليهم لكنها أسرعت تحذر باقي النمل وتقول لهم ادخلوا بيوتكم أيها النمل حتى لا يحطمكم سليمان عليه السلام وجنوده وهم لا ينتبهون لكم ولا يرونكم وفي هذه اللحظة سمعها سيدنا سليمان فتبسم من كلامها وحذر جنوده وأمرهم بتغيير الاتجاه شكر سليمان ربه كثيرا على أن أنعم عليه بكل هذه النعم وأنه يسمع صوت النمل ويفهم كلامه نستفيد من قصة سيدنا سليمان مع النمل أنه يجب علينا أن لا نفكر في أنفسنا فقط ونفكر في غيرنا كما فعلت هذه النملة وأن نشكر الله على نعمة علينا بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم انتهت القصة إذا كنتم مشاهدي الكرام زوار لأول مرة في قناتي قناة أسمى أم شي ماء فضلا وليس أمرا المرجو الضغط على زر الاشتراك وزر لايك وأيضا على الجرس ليصلكم كل جديد أما عن أحباء المشاركين القدامى لا تنسوا لايك لكي يكون هناك تفاعل على قناتي شكرا دونتم بحفظ الله السلام عليكم اشتركوا في القناة